بدي أعمل ملاحظة مشان كلنا نظل مرتحين بالحدي ما حدا مزعوش حدا مزعوش نظل مرتحين بمعنى أنه هو أحد يعطي رأيه مش غريب أبدا أنه بشير شخص استثنائي عيش بظروف استثنائية مش غريب أن يكون فيه عدة وجهات نظر حول هذا الشخص يعني شفت الفريق طبعه الصغير يلي كانوا هنه ستة سبعة يجتمع معهن بشكل مستمر بوقت انتخاباته كل واحد عنا نحن عنا نظرة مش بدن مية بالمية لبشير بشير ما فيك تحصره ما بينحصر بشير يعني الظرف أولا استثنائي هو شخصية استثنائية 34 سنة كان عمره عامل رئي جمهورية يعني مش شغلي هايني صار نموذج صار رمز ما عيد هذا أنا بأعتقد صار في اتصال أولا أنا متأكد أنه صار في اتصال بين بشير وكمال جنبلات هذا اللي أمنوا صار قبل بس عم نحكي كمان عن ولي الجنبلات مع كمال جنبلات وبشير صار لأنه كمال جنبلات كمان خلصوا لبشير لما اعتقلوا لفلسطينيين شيء طيب هادي أنا 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 بعرف الاجتماعي اللي صار معه البشير أكد له بشير كان عنده مشروع طبعا مش هاين تعمل يعني فيه بشير عنده أول كل التوحيد وحدة المسيحيين ووحدة لبنان كان توحيدي تنين عنده تحرير يعني التحرير مرة بصوت لبنان قبل بشهر مما هادي سأله قاله كي بدك تعمل مع السوليسي الإسرائيلي الفلسطيني السوري كي بدك تلاقي حل قاله يحلوا عنه كان هيدا هيدا جوابه وبعدين طبعا تقدموا وثالث شيء بشير تغييري كان بده يغير النظام كان فيه بحث جدي بأنه يعمل إصلاحات داخل هذا النظام القائم طبعا هيدا هالمشروع المثلث هيدا لقى ترحيب كبير عند كتير أفريقاء اللي بلدشوا يفهمه خاصة لما يجتمعوا ببشير طيب بس اللقاء مع ولي جملات تم بعد الاشتياح الإسرائيلي ولم يتفق الرجلان والرئيس اليسر كيس لما كنت حضرتك مستشار عنده وكمان جمعهم حاول يجمعهم مش هيك حاول وقدر دعا على طاولة حوار خصوصي مشان نبيه بره ووليد جملات يتلاقوا ببشير طبعا على شو عمله اختلف على ماذا اختلف بشير جميل ووليد جملات أنا 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 بتصوري أنه ما صار مضبوط هذا الاجتماع يلي عمله الرئيس سركيس أبر ميفر ما عاد صار اجتماع تاني ما عاد صار طاولة حوار ما عاد فيه تواصل شخصي يعني هاك شغلية بدي تواصل شخصي وثقة الثقة من خلقت والفيلينك يمكن ما حبه بعض كمان غير مستوى السياسي يمكن أنا برأيي ثقة بدي تتنين متناقضة طاولة ما نعطاله وقت استاذ صلاح نحن عم نسمع هلأ جانب وكأنه بشير الجميل لما انتخب أوحى بالوحدة بمشروع قيام الدولة والمسلمين اجوا لعنده من شان يصوتوا له هيك كانت الصورة بالاثنين واثمانين لما انتخب لا بالنسبة للكم الصورة بالنسبة لأن انتخب يعني في ظل الحماية الإسرائيلية وبدعم وتأيد وتشجيع إسرائيلي وانتخب في إطار تحالف بس انتخبوا نواب لبنان عمليا يعني المجلس نواب انتخبوا انتخبوا بس يعني في ناس عارضوا يعني زعماء المسلمين الإسلاميين رشيدي كرام صعب إسلام أبرز شخصيات إسلامية عارضت واعتبرت من هذا الانتخاب غير شرعي لأنه جرى تحت يعني الحماية الإسرائيلية وبالتالي كانوا ضد يعني هذه الانتخابات بمنظومنا كفلسطينيين أنه هذا يجري في جرة الانتخابات في ظل المسروع المشترك أو الاتفاق المشترك بين إسرائيليين وبشير جبيل طيب نحن ندعمك من أيدك مثل ما دعمناك وأيدناك يعني وتخلنا يعني معك لأراضي اللبنانية لدعم مشروعك أيضا أنت بدك تدعم مشروعنا وبدك تكون الدولة الثالثة كما كان نطرح الإسرائيليين دائما أنه الدولة الثالثة لتوقيع سلام مع إسرائيل ستكون لبنان ستكون لبنانية